اجنحة الشام او اجنحة النظام كما يطلق عليها معارضون شركة طيران سورية متعددة المهام غسيل اموال ونقل المسلحين الاجانب الى سوريا ونقل الاسلحة للنظام بحسب الخزانة الامريكية ومؤخرا نقل السوريين المهاجرين الى خارج سوريا الشركة المعاقبة امريكيا ساهمت في الفترة الاخيرة بتأجيج ازمة المهاجرين على الحدود الاوروبية مع بيلاروسيا وتقول وكالة بلومبرغ انه امر دعا الاتحاد الاوروبي لوضعها على رأس قائمة الكيانات التي ينوي اصدار عقوبات بحقها لم تنجح فيما يبدو الشركة بتفادي العقوبات حين اعلنت ايقاف رحلاتها الى بيلاروسيا قبل اسابيع مبررة انها لا تعرف ان كانت وجهة المسافر هي الهجرة ام الاستقرار في بيلاروسيا توضيح الشركة جاء حينها عقب بيان الاتحاد الاوروبي قال فيه انه يراقب الرحلات الجوية الى بيلاروسيا من عشرين دولة منها سوريا العقوبات التي قد تفرض على الشركة الممولة لشخصيات موالية للنظام والمتهمة بمساعدته في اعمال غير شرعية تأتي في وقت يحاول فيه النظام كسر عزلته الدولية معروفة الاسباب سياسة لم تتغير بل باتت اكثر تعقيدا في ظل دخول النظام ضمن معادلات الروس وايران والصين واوراق ضغطهم الدولية ترجمة نانسي قنقر